اشتركوا في القناة عربا كانوا أم عجما أن يسعوا جميعهم لطلب الحقيقة وأن يكونوا عونا بعضهم لبعض وأن لا ينس بعضهم بعضا ويعلموا أن الطرق إلى الله بعدد نفوس القلاء بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا أهلا وسهلا بكم اخترنا هذا المشهد قبل قليل من أحد المسلسلات كفكرة أساسية نريد من خلالها أن نضعها قاعدة لحلقات هذا البرنامج أنا مسلم نيو كونسبت طبعا وعندما نقول نيو كونسبت نعني إدراكا جديدا يعني أنا مسلم ولكن بإدراك جديد ما هو هذا الإدراك الجديد من الأفكار التي سوف نطرحها سوف تتعرفون على هذا الإدراك الجديد لكن لدينا قواعد لدينا أساسيات لدينا أفكار جديدة كلها تندرج تحت إطار النيو كونسبت يعني الإدراك الجديد أو المفهوم الجديد كترجمة حرفية أو كترجمة تأويلية هو الإدراك الجديد وهذا الإدراك الجديد الذي نريد أن نطبقه بالتفصيل وبالتفاصيل مختلفة ليس تفصيلا واحدا تحت مفهوما معينا وإنما نريد أن نطرح تفاصيل ومصاديق كثيرة جدا خلال حلقات متعددة حلقات متناسقة في وحدة موضوعها وهو أنك كيف تفتخر عندما تقول أنا مسلم هذا هو الهدف الرئيس ولكن ليس بالأقلقة اللسان يعني ليس بالكلام فقط أن تقول أنا مسلم إيمانك نعم أمر محترم احترامك لإسلامك لدينك أمر محترم لرؤيتك للشرعية لدينك ولتعاملاتك أمر محترم ولا بد أن يحترم وتحترم معه جميع خصوصياتك ولكن لنا رأي آخر أيضا عليك أن تسمعه ليس عليك أن تقبله بالضرورة ولكن عليك أن تسمعه ونعتقد بأنك عندما تتابع حلقات هذا البرنامج سوف تخرج بحصيلة مهمة جدا سوف تكون لك ذخيرة بسنواتك المقبلة عندما تقول أنا مسلم تقولها وأنت تفتخر وليس كما هو الآن عندما تقول أنا مسلم هناك من يقول لك وماذا يعني؟ شنو يعني؟ شنو يعني؟ أنت مسلم شنو يعني؟ هذا الإسلام ما هو الإسلام داعش ما هو الإسلام الخزعبلات اللي موجودة في الشارع غير داعش طبعا أكو عندنا إسلام وكو عندنا إسلام داعش وكو عندنا إسلام الخزعبلات وإسلام الخرافات وغيرها ولا أحد يعترض ويقول لا إحنا نذهب إلى الإسلام الصحيح من الذي يقول أن الإسلام الذي تتبعه إسلام صحيح؟ ما هو داعش أساسا وغيرهم من الخزعبلاتيين والخرافيين؟ أيضا يقولون نحن إسلام ولا يمكنك أن تعترض عليهم اعتراضا سطحيا بل لا بد أن تصبر الأغوار لكي تخرج النتيجة الحقيقية التي تخرجهم عن أن يكونوا إسلاما صحيحا وأنت إسلامك الإسلام المتنور الموضوعي العلمي الشرعي هذا ما أردنا أن نقوله أنه إذا أردنا أن يكون هناك نيو كونسبت إدراك جديد مفهوم جديد حرفيا لا بد أن يكون هناك بديل موضوعي وهذا البديل الموضوعي يكون أقوى بالضرورة أقوى من كل مراهر التي تقول أنا إسلام ولا يحق لك الاعتراض لا يحق لك أن تعترض وتقول هؤلاء ليسوا إسلام أنا الإسلام من يقول؟ نفس الإشكال هو يقع عليك أنت عندما تقول أنا الإسلام في هذا البرنامج وهذه الحلقة الأولى هي حلقة تمهيدية سوف نطرح فيها عدة قواعد عدة أفكار تكون هي المرتكز العام لجميع الحلقات المقبلة التي ستتنوع في محاورها وتتنوع في المفاهيم التي نطرحها ونعيد عادة تعريفها يعني عادة تعريف مجموعة من المفاهيم التي الآن هي مترسخة في العقلية الشعبية للمتدينين نحتاج إلى توضيح بعض المصطلحات التي نقولها شنو العقلية الشعبية للمتدينين هناك دين شعبي لا يمكن أن يفتت حتى ولو كان هذا الدين الشعبي الذي يعتنقه الناس وهو صفة غالبة وسمة بارزة بين الناس حتى ولو كان يناقض أصول قرآنية وأصول في السنة النبوية وأقوال الأئمة والفقهاء وهي شرعية ومستنبطة بشكل صحيح لا يمكن أن تقف بوجه هذا الدين الشعبي لأنك سوف تكون استثناء وسوف تكون شاذ عن القاعدة رغم أن هذه القاعدة ليست بقاعدة صحيحة لذلك من خلال هذا البرنامج نريد أن نعيد أعادة تعريف المفاهيم ونعيد أيضا المصداقية المصداقية ليست معنى الصدق والكذب وإنما المصداقية في الواقع حول هذه المفاهيم وبعض المفاهيم تحتاج إلى أن يكون هناك لها مصداقا واحد وبعضها يحتاج إلى عدة مصاديق حتى تتبين من القواعد الرئيسية التي نريد أن نركزها وهذه الحلقة في مجملها هي حلقة قواعد تمهيدية وتعريف بهذا البرنامج وفكرته الأساسية إننا سوف ننطلق من رؤية التنزيل الحكيم في آياته للاستدلال المباشر على بعض المفاهيم ونعطيها بعض المصاديق من الواقع ونستدل على القرآن بالقرآن وعلى السنة بالسنة وعلى التأريخ بالتأريخ بمعنى أنه كل من هذه الحقول العلمية التي طرحناها مفاتيح فهمه في داخله يعني مفاتيح فهم القرآن في داخل القرآن مفاتيح فهم السنة النبوية في داخل السنة النبوية مفاتيح فهم التأريخ أيضا ضمن السنن التأريخ يعني حكاية بحكاية قصة بقصة حدث بحدث هذا هو المنهج الذي سوف نستخدمه وبالضرورة أن استخدام الآيات القرآنية يحتاج إلى مجموعة من العلوم الأخرى التي سموها ما شئتم ولكننا نسميها العلوم الساندة لفهم النص القرآني وأيضا نحتاج هذا بالنسبة للقرآن طبعا نحتاج في حق للسنة النبوية إلى أن تكون هناك علوم ساندة أيضا مثلا كعلم الرجال علم دراسة المتون الحديثية الدراية وغيرها من هذه الأمور أما بالنسبة لحق التأريخ علميا نحتاج إلى قوانين التأريخ ونحتاج إلى الاستقراء الشامل الذي سوف نطبقه في هذا البرنامج أما بالنسبة للقرآن فنحتاج إلى أن نفهم القرآن دلاليا من جهة وموضوعيا من جهة أخرى لا يمكن لا يمكن قد في بعض الأحيان تسمعوننا وتشاهدون نعمم بمعنى أننا نضع قاعدة كلية لتطبيقها في مصاديق أخرى أخرى ولكن هذا ليس جزافا لا نتحدث جزافا أبدا لا يمكن أن تأخذ آية واحدة وتقول بأن هذه الآية هي التي من الممكن أن أطبقها شرعيا أو إنسانيا أو بأي شكل من الأشكال لا بد أن تفهم القرآن أولا دلاليا يعني دلالة كل آية ووضحها مع آية أخرى لكي تخرج بنتيجة وفي بعض الأحيان الدلالة تكون حتى في الكلمة الواحدة من ضمن الآية الواحدة في السورة الواحدة تكون لها دلالة الكلمة مغايرة عن نفس الكلمة في آية أخرى وفي سورة أخرى أو في مقطع من آية فالبحث الدلالي جدا مهم وراح نعطي مثالين بعد قليل بعد أن أيضا نبين أهمية البحث القرآني موضوعيا هناك بينا دلاليا أنه الكلمة ودلالتها وانطباق هذه الكلمة في الآية وفرقها عن نفس الكلمة في آية أخرى تخرجنا دلالة أخرى لربما سوف نتحدث عن هذا الموضوع طويلا ويكون محل استشهاد في حلقات طويلة لأنه منهج وليس موضوعا واحدا أما موضوعيا بمعنى أننا نحتاج إلى موضوع أن نفهم موضوع مثلا راح نعطي مثالين بهذا الخصوص الموت والرزق ما هو في القرآن نحتاج إلى أنه نجمع عدة آيات عدة مقاطع من آيات وآيات أخرى قريبة ونخرج بخلاصة للموضوع الموت ما هو الموت الموت قدر القتل قضاء بمعنى أنك تقتل ولكن الله هو الذي يميت القتل ممكن أن يتأخر يعني لا تقل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون هذه الآية خاصة بالموت بكتاب الأجل بمعنى أن الإنسان لا يقول أن قتله من الله وهذا هو قضاء لأن فلان قتلك أما بالنسبة لموتك فهو المقدر عليك يعني عندما نقول يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت وليس القتل والموت هو كتاب الأجل كتاب تجتمع فيه الأسباب فيتحقق الموت وهذه الأسباب أنت ومن يحيط بك أنت الذي تقررها وأنت الذي تسعى إليها مثلا سرعة السيارة على الطريق السريع هي 100 كيلومتر بالساعة كما هو محدد عندما تتجاوزها إلى مثلا 120 130 140 يحدث حادث وأنت قد تؤدي بحياتك بهذا الحادث فأنت الذي صنعت أسباب الموت الله خلق الموت أخرج الموت والحياة هو ولكن أنت من قتلت نفسك أو آخر يقتلك فيكون معاقبا على قتله لك وإلا إذا كان الموت والقتل كلاهما يعني أمر مقدر إذن لماذا نظام العقوبات وهذا ما سوف نفرد له حلقة خاصة إذن ليس كل موت يعني أن تخرم حياة الإنسان هو من الله وإنما ساعة الموت ونوع الموت وسبب الموت قد يكون من الإنسان وهذا نتيجة توصنا نتيجة البحث الدلالي والموضوعي من مجموعة الآيات وفي حينه سوف نعطي التفاصيل بالآيات وكذلك حتى بالروايات والأدلة العلمية الأمر الآخر المثال الآخر هو مثال الرزق يعني الرزق أيضا لا يمكن أن يقدر الله سبحانه وتعالى الرزق لشخص واحد وإنما أنت من تسعى في مجموع المقدرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأخرجها للناس خلق لنا الثمرات وخلق لنا الأرض لنزرع بها هذه الثمرات ونحن نسعى إلى رزقنا لذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعيك هو الذي يعطيك رزقك أنت كفرد أما تقدير الرزق الأمطار والمحاصيل وغيرها فهذه من الله ولكن يعني الله يعطي الرزق بالمجموع بالمجمل وأنت تسعى لتختار رزقك هاتين الفكرتين الموت والرزق عندما تقول أن كل شيء مقدر ساعة الموت سبب الموت الرزق عندما أحصل عليه مئة ألف دينار مع خمسمائة ألف دينار كله مقدر من الله هذه فكرة طبعا خاطئة وجاءت نتيجة سياسات خاطئة بعضها حتى يعني تعريف القضاء والقدر جاء من بني أمية لأنهم يريدون أن يجبروا الناس على أن يحاربوا معهم فيقولوا لهم ساعتكم هي في الموت أو في يعني تموتون لوب الحرب أو بيتكم تموتون وأن كنتم في بروج مشيدة يعني هذه الفكرة الخاطئة نريد خاصة للشباب أن يكون نشطا أن لا يستسلم بأنه موته وانتهت هيا ساعة الله كاتبها وانتهت لا أسباب موتك بيدك أسباب الموت بيدك القضية الثانية قضية الرزق لا تقول أنا قاعد ورزقي يأتيني إلى البيت هذه فكرة أيضا خاطئة وتداولها يؤدي إلى الجمود في المجتمع هاتين الفكرتين أردنا أن نبينهما الطريق إلى نشر الدين الطريق إلى تكثيف الإيمان لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العلم وهذه قاعدة عامة لأنه ما دمت غير متعلم سوف تبقى شاك لأنه سوف تغيب عنك الكثير من الأمور إيمانك الشخصي أمر خاص بيك لا يمكن أن تقنعه أي شخص آخر بمجرد إيمانك الشخصي لكن عندما تكون متعلم تستطيع أن تفرض الطاقة العلمية لك على الآخرين فالعلم طريق مهم جدا للإيمان وكما قلنا إن لم تكن متعلما ستظل شاك الإيمان الإيمان الديني الذي تكتنزه في داخلك هو طاقة خاصة أما العلم فهو طاقة عامة يعني لا يمكن أنه مجرد شخص يعني صائم مصلي حتى كانت أخلاقه جيدة أو غيره أن يكون مع شخص متساويا مع شخص آخر أيضا صائم مصلي أخلاقه حميدة ولكنه متعلم أكيد إضافة التعليم إلى الصفات الأخرى بين الشخصين اثنين أكيد سوف تعطي المتعلم القوة والقدرة على إقناع الآخرين وهذه طبعا قاعدة عامة ونحن نعدكم بأنه حلقات هذا البرنامج سوف تغير الكثير من الأفكار النمطية الموجودة عند الكثير من الشباب أو غيرهم ولكن نركز على فئة الشباب لذلك إذا تبعت حلقات أنا مسلم سوف تتغير نعدك بأنك سوف تتغير لديك الكثير من المفاهيم وإيجابيا لا نقول بأنك تتطور وإنما نقول سوف تتغير أنا أستخدم مصطلح التغيير أو الاستبدال استبدال الأفكار أكثر من استخدام التطور التطور لأنه التطور ليس بالضرورة إيجابيا التطور قد يكون سلبيا الطفرة أيضا تطور ولكن طفرة قد تكون سلبية بأن طفرة تكون لمعوق مثلا خارجا من أبوين سليمين وأيضا عوقا يعتبر عملية طفرة وطفرة التطور فإذن تطور إيجابي أو سلبي لكننا نعدك بالتغيير أن تصبح من شخص إلى شخص آخر سوف نعلمك متى تنشر دينك كيف تبشر بدينك طبعا هذا مع أهمية الإطلاع على علوم متعددة ولذلك سوف تكون لدينا وقفات مع علم المنطق والفلسفة هذا في جوانب العامة مع القرآن سوف تكون لدينا وقفة مع علوم اللغة أهم القواميس أهم المعاجم ومع السنة النبوية والأحاديث الشريفة سوف تكون لنا وقفة مع علمي الرجال علم الرجال والدراية وقضايا أخرى محيطة بها يجب أن لا نهمل حتى في القضايا الشرعية الاستنباطية العلوم الحديثة والأجهزة والتكنولوجيا ويبدو أننا وصلنا أو شكنا أن نصل إلى ختام هذه الحلقة التي كانت حلقة تمهيدية أعطينا فيها فهما واسعا نوعا ما للنيو كونسبت ومجموعة من القواعد نختم بقصة سوف ندأب على أن نعطي قصص قصيرة جدا طبعا فيها عبر في نهاية كل حلقة قصتنا لهذا اليوم حول إمامي مسجد في منطقة واحدة أحد الأئمة أو الخطباء أحدهما يدعو إلى الحرب وإلى أن تكون هناك نشر للدعوة وأن يتسع الدين وغيرها من الأمور ويحرض الناس ويطرح بعض الأفكار المتطرفة وبالقرب منه جامع آخر مسجد آخر فيه خطيب آخر يدعو إلى العلم والتسامح بعد سنوات بعد سنوات كانت هناك حرب قامت هذه القرية أو هذه المدينة بحرب على مدينة أخرى أو صدت حربا فرأيت بأن طبعا عدد الناس اللي يرتادون الجامع الذي يدعو فيه هذا الشيخ أو الخطيب إلى العنف وإلى الحرب أكثر بكثير من الجامع الذي يدعو إلى العلم والتسامح عندما نشبت الحرب رأينا بأن جماعة الشيخ المتطرف قد كسروا وقد هزموا وجاء لينصرهم أخوانهم الذين في الجامع الذي يدعو إلى التسامح والعلم وساعدوهم بطرق علمية فانتصروا وعند ذلك توحد الجانبين نحو العلم والتسامح وهذا هو المطلوب وهذا ما سوف نثبت بأنه يدعونا القرآن والسنة النبوية والأحاديث للأئمة وتاريخ الكثير من الفقهاء المنصفين والموضوعيين إلى أن يكون في مقدمة أولوياتنا أن يكون العلم والتسامح ومن يعتدي علينا نرد الاعتداء عليه هذا ما أردنا أن نقوله في هذه الحلقة الأولى التمهيدية من سلسلة حلقات أنا مسلم نيو كونسبت ولنا الكثير من الحديث في الحلقات المقبلة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة